بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ده فيديو المفروض هتكلم فيه بمنتغة الاختصار عن البرنامجين أو التلاتة اللي هبدأ أسجلهم بإذن الله عز وجل لكن في الأول عايز أقول إن أنا تعبت جدا جدا ومشان الواحدي فيه ناس تانين تعبوا معايا علشان خاطر نزبط الإضاءة ونزبط المايكروفون وعشان نزبط الكاميرا وعشان نخلي الفيديو في أعلى جودة من ناحية الصورة وفي أعلى جودة من ناحية الصوت فأنا حابب إن شاء الله اللي عايز يعمل زي ما إحنا عاملين كده بميزانية بسيطة جدا جدا ممكن يبقى يتواصل معايا أقول له إحنا مستخدمين أنهي نوع كاميرا مستخدمين أنهي نوع مايك الإضاءة تمنها قد إيه وكل الكلام ده بحيث إن هو في حدود مبلغ يعني يعتبر متوسط أو صغير جدا بالنسبة للتصوير الاحترافي يقدر يعمل زي ما إحنا عاملين ويسجل فيديوهات دعوية المفروض إنه هيبقى فيه برنامجين أو التلاتة وأي أفكار تانية هن شاء الله هبقى أعمل برامج تانية بعد كده أول برنامج هيبقى زي ما إنتوا شايفين كده المكتبة وكتب مسيحية وأنا قاعد عن مكتب كده هيبقى مدخل لدراسة الكتاب المقدس الفيديوهات كلها هتبقى مداخل مش هتبقى فيها استفاضة الحد الأقصى للفيديو هيكون ربع ساعة الحجم اللي أنا عايز الفيديو يكون يعني يوصل له ما بين خمس وعشر دقائل ده معناه أن الفيديو الواحد هيكون عن موضوع واحد بس معلومة واحدة بس هتكلم فيها علشان أتكلم عنها في حدود خمس دقائق عشر دقائق ربع ساعة بالكتير وبعدين معظم الفيديوهات أو البرامج هتبقى زي ما إنتوا متعودين لها مادة علمية ملزمة أو حاجة أنا محضرها قبل كده أو عامل عنها محاضرات صوتية المحاضرات الصوتية هتبقى للدراسة المستفيدة الفيديوهات هتبقى لي الحاجات اللي أنت عايز تعرف عنها معلومات عاوز تتثقف عاوز تعرف مراجع لو عاوز أستفيد أعمل إيه الفيديوهات هتبقى كده فما تخل دراسة الكتاب مقدس هيبقى مرجعها الأساسي ملزمة فكرة شاملة عن الكتاب مقدس فأنتكلم عن الكتاب مقدس بالتفصيل من أول اسمه إيه عبارة عن إيه بيتقسم ليه الحاجات دي كلها لغاية ما نوصل ليه المخطوطات والتحريف والكلام ده كله الفيديوهات هتبقى زي ما قلت معلومة واحدة نظام السؤال هيتسئل يعني كل فيديو هيدور حوالين إيجابة سؤال وهجاوب أنا على السؤال ده في فيديو واحد بعد كده سلسلة فيديوهات وراء بعض لغاية ما نوصل لمستوى الكبير يعني ممكن البرنامج يكون مثلا خمسين ستين فيديو لكن كل فيديو يكون خمس دقائق عشر دقائق حاجة زي كده بحيث إن المشاهد ما يملش وفي نفس الوقت مع إنتاج الفيديوهات يقدر ينقل من فيديو الفيديو تاني على طول على حسب طقته بقى يسمع خمس فيديوهات وربعات ست فيديوهات وربعات هو حور البرنامج التاني مش هتكلم عنه دلوقتي هتكلم عنه كمان شوية علشان هغير نظام التصوير فتشوفوا البرنامج هيتصور إزاي سلام وقت ده هيبقى نظام تصوير البرنامج التاني مدخل لمقارنة الأديان وأنا عارف برضو إن الأخ أحمد سبيع عنده برنامج تاني اسمه مدخل لمقارنة الأديان نفس الموضوع لكن إن شاء الله المادة العلمية هتكون متنوع ومختلفة وإحنا بندعم برضو قناة البينة لأنها قناة دعوية أخرى مشتركين في نفس العمل الله عز وجل يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فإحنا الاثنين بنتنافس في نفس الهدف وإن شاء الله فيديوهاتنا هتكامل بعض زي برضو نظام البرنامج الأولاني الفيديوهات هتكون قصيرة من خمس لعشر دقايق ربع ساعة بالكتير كل حلقة هجاوب فيها على سؤال واحد متعلق بمقارنة الأديان وإن شاء الله السلسلة ممكن تكون طويلة شوية المادة العلمية الأساسية بتاعتها هتبقى العلم والمعرفة مدخل لمقارنة الأديان أو الملزمة بتاعت العلم والمعرفة وتأثيرهما عن الأنبى بشوي المحاضرات اللي هي كانت 16 أو 17 محاضرة لكن الفيديوهات دي هتكون باستفادة أكتر وهتناول فيها مواضيع كتير ما تناولتهاش في السلسلة القديمة وهيبقى بترتيب أكثر زي برضو المحاضرات الأولى بتاعت مدخل لدراسة الكتاب المقدس اللي هي أساسها فكرة شاملة عن الكتاب مقدس هيبقى فيه ترتيب أكتر هيبقى فيه تنسيق أكتر هيبقى فيه تحضير أكتر نطلع بقى خلاصة خبرة السلسلة دي يمكن فات عليها سنتين ثلاثة سلسلة مدخل لمقارنة الأديان فات عليها بتاعة 5-6 سنين فالحمد لله الواحد بيتعلم أكتر فإن شاء الله السلسلة الجديدة هتبقى خلاصة خبرة ودراسة وتحضير وترتيب وتركيز مش هتبقى استفادة في شرح لكن هيبقى فيه تركيز وخلاصة خبرة في النهاية أنا عايز أشكر كل الناس اللي سهمت إن احنا نوصل لإن أنا نقدر نكمل مشروع تصوير الفيديوهات فيه ناس ساعدت بخبرتها وبمعلوماتها وفيه ناس ساعدت بإرشادنا للمكان اللي احنا ممكن نشتري منه الحاجات وفيه ناس ساعدت بالفلوس علشان خاطر نقدر نشتري المعدات دي زي ما قلت المعدات ما هياش غالية قوي لكن زي ما بيقولوا بجت قصير أو ميزانية يعني معقولة مش كتير قوي فإن شاء الله انتظروا قريبا جدا هنبدأ من أول أسبوع القادم سلسلة فيديوهات مدخل لمقارنة الأديان الأول بعد كده نبتدي نبدأ في مدخل لدراسة الكتاب المقدس آخر سلسلة هي المفروض تعليقات وردود اللي هنرد فيه على إسلام بحيري وإبراهيم عيسى وباقي الناس اللي بتأيد الطيار العلماني والأفكار العلمانية وضد تطبيق الشريعة والكلام ده كله البرنامج ده هيبقى مفاجأة إن شاء الله هيشتغل فيها في التصوير مصطفى تاعب وهيبقى فيه خلفية مختلفة ونظام مختلف إن شاء الله البرنامج يعجبكم انتظرونا وما تنسوش تعملوا شير للفيديو ودعموا القناة بنشرها وعملوا سبسكرايب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته